بتركيبة مختلفة وبمضمون يعتمد على الأحزاب هو شكل مجلس النواب الأردني بدورته العشرين على أساس حزبي أفرزت الانتخابات في الأردن وجوها جديدة وتكتلات حزبية مختلفة 104 نواب دخلوا البرلمان على أساس حزبي واللافت بما أفرزته صندوق الاقتراع تصدر حزب جبهة العمل الإسلامي نسب الاقتراع وحصولهم على 31 مقعدا من إجمال مقاعد المجلس القادم الذي يقدر ب138 مقعدا أنهينا استحقاق دستوري وعملية سياسية مهمة بأحسن المعايير وبأسلوب قلنا نقول محترف يؤكد على إمكانية الهيئة المستقلة للانتخاب على إجراء انتخابات بأقصى درجات النزاهة والحيادية والشفافية تطور الأحداث في المنطقة ومحاولة التصاق بعض الأحزاب بالفكر الشعبي للأردنيين ذلل العقبات أمام توجه الناخبين للصناديق واختيار مرشحيهم على أساس حزبية الأمر الذي أرجح الكفة لحزب العمل الإسلامي بحسب مراقبين لا تظهر الصورة بالنسبة لهذه التكتلات بإنها حاسمة وستصوت باتجاه واحد هي التكتلات الامية لكن يبقى تكتلات الحزبية ربما أكثر تماسكا وانضباطا فيما يتعلق بالموقف من الحكومة بعيدا عن الفردية وتحقيقا للتشاركية في اتخاذ القرارات والتشريع هي تطلعات من اختاروا ممثليهم في البرلمان في ظل تكتلات حزبية وانتساب أغلبية النواب الجدد للأحزاب السياسية بمنظومة تعتمد على التحديث السياسي تشكل مجلس النواب في دوراته القادمة شكل يعتمد على العمل الحزبي والتشاركية في اتخاذ القرارات وسن القوانين والتشريع غيث الرقادة الغد عمان